وهو قول الله عز وجل أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم خلوا من الأمم التي سلفت فالله يقول عن نبيه قل ما كنت بدعا من الرسل فليس محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أول الرسل لكنه أفضلهم وقد مضى رسل قبله وهؤلاء الرسل كانت لهم أمم وهؤلاء الأمم ابتلوا تحنوا فقال الله عز وجل مستهم البأساء والدراء وزنزلوا ليس المقصود زلزلوا أنهم عاشوا في أرض ذات زلزال وإنما المقصود أصابهم من النصائب والنوائب والابتلاف الدين الشيء العظيم ومع ذلك صبروا لماذا صبروا لأنهم يريدون الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم هذه سنن لا تتبدل لا تتغير مثلكم مثل الأمم التي سبقتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والدراء وزلزلوا حتى بلغ الأمر منتهى حتى حرص الانتهاء الغاية حتى يقول بالنصب بأن مضمر وجوبا بعد حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه أي رسول؟ رسول كل أمة وليس محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن الآن يتكلم عن الأمم السابقة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أي أنه يبلغ بهم الحال إلى شيء لا يكاد يطاق فجاء القرآن يقول بعد ذلك ألا إن نصر الله قريب؟ والكرب كلما اشتد هذا مؤذن بزواله الكرب كلما اشتد هذا مؤذن بزواله ألا إن نصر الله قريب؟ فكلما تراه الآن أنت من تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقسم بمن أحل القسم إنه مؤذن بعلوها واجتماعها برحمة الله عز وجل وفضله ألا إن نصر الله قريب؟